وغاد اللاعب بلمسة فنيو سدد كورا لم تترك أي حضل حارس النادي القونيتريوس من مويح إذن بداية طيبة بالنسبة لفريق الحسنية على خلاف النادي القونيتري ربما لم يكن ينتظر هذا السيناريو وهذا الهدف الذي غالط دفاع الكاكو وكذلك الحارس يصبح بعد العرضية التي ربما كانت مليمترية لكنها لم تستغل بالشكل جيد من الضرف هشام العروي فرصة ثانية للنادي القونيتري ربما الفرصة التي قد يندم عليها كل من هشام العروي وكذلك إيريك أوبيرا إذن فريق النادي القونيتري هدف التعديل كما نتابع من خلال هذه الكرة التي غالطت الحارس والدفاع في آخر لمسة تابعنا يوسف الترابي إذن فريق النادي القونيتري يعدل النتيجة بعد هدف التقدم لفايدة الحسنية القونيتري والإعلان عن ضرب الجزاء في حدود دقيقة ثانية والثلاثة فريق الحسنية إذن فرصة ذهبية للنادي القونيتري من أجل تشجيل الهدف التعديل في الببارات إذن خطيرة خطيرة هدوف إذن يفعل تسجيل الهدف التعديل من خلال ضربة جزاء سجلها بلالبيات هدفين مقابل واحد وهذا الهدف الذي أفرح أنصار الكاك هو الأكيد أنه انتصار اليوم على حساب الحسنية سيادر الكرار في حدود دقيقة ثانية والثلاثين تابعوا بالتصوير البطيء هذه القديفة التي لم تترك أي حض للحارس من الميح مباراة مشوقة وجميلة على مستوى الهدف المستشل إذن هدفين مقابل هدفين الحسنية كان السباق عدل الكاك عدل الكاك بعدها ليسجل الهدف الثاني لكن مباشرة بعدها في حدود دقيقة الخامسة وأن يسجل الهدف كوركات في اتجاه يوسف